موسيقى قررت المفوضية الأوروبية تمديد اتفاق الشراكة الفلاحية مع المغرب ويشمل الاتفاق كل الأقاليم الجنوبية للمملكة البوليزاريو خرجت في بيان اليوم الجمعة قالت أنها كتندت بتمديد الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي يشمل أراضي الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية في هذا الصدد اصدرت جبهة البوليزاريو بيانا عبر ممثلها بأوروبا والاتحاد الأوروبي أبي بشراي البشير قالت فيه بأنها تابعت النقاشات التي جرت مما لجنة انطاء التابعة للبرلماني الأوروبي التي انعقدت في 13 يوليوز 2021 فيما يتعلق باتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وتمديد نطاقه إلى كامل الصحراء مشيرة لرفضها القرار الذي يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر بيانا يؤكد من خلاله نيته إفادة بيثة للأقاليم الجنوبية قصد الاطلاع على تأثير الاتفاق الاتجاري على الأقاليم الجنوبية للمملكة ومدى التنمية المشيدة بجنوب المغرب يذكر بأن الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي أشار بأن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دول الاتحاد والمغرب مكثفة وبات هذا المنظمة الأوروبية هي الشريك التجاري الرائد للمملكة المغربية بلادنا بدورها هي الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي من بين دول الجوار اشتركوا في القناة